متعهدا بالإطاحة بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان ودعم المعارضة التركية رسم المرشح الديمقراطي في انتخابات الرئاسة الأمريكية جو بايدن ملامح استراتيجيته تجاه أنقرة بايدن الذي وصف أردوغان بالمستبد قال إنه يجب وضع حد للسياسات التركية في المنطقة كما شدد في مقطع فيديو اجتاح المواقع الاجتماعية في تركيا على أهمية التصدي لتحركات أنقرة وتحديدا شرقي المتوسط باعتقادي فإن ما يجب علينا القيام به هو اتباع نهج مخالف تماما بشكل يوضح دعمنا لقيادة المعارضة ما زلت أعتقد أنه إذا أردنا الانخراط بشكل مباشر أكثر مما كنا نفعل سابقا فيمكننا دعم قيادة المعارضة التركية التي لا تزال موجودة والحصول على المزيد منهم وتشجيعهم على تولي زمام الأمور وهزيمة أردوغان ليس بالانقلاب بل عن طريق العملية الانتخابية بالمقابل وصفت أنقرة تصرحات بايدن بغير المسؤولة والتي لا تتناسب مع طبيعة العلاقات الأمريكية التركية انتقاد بايدن لسياسة أردوغان ليس جديدا فقد اعتبر تركيا خلال ولاية باراك أوباما مثالا سيئا لحرية التعبير كما اتهم أنقرة بلعب دور في تمكين داعش من السعود وهو ما أثار حينها توترا دبلوماسيا بين البلدين كما حرص بايدن في منصبه نائبا لرئيس على الانخراط وفق تقارير بشكل كبير في التواصل مع المعارضة التركية بما في ذلك لقاءات مع الصحفيين والناشطين خلال زياراته إلى إسطنبول ستغض السياسة الأمريكية وفق مراقبين أكثر وضحا بعد تصريحة المرشح الديمقراطي في حال فوزه بالانتخابات وتشهد العلاقة الأمريكية في ظل إدارة ترامب شدا وجذبا في محطات كثيرة أبرزها موقف واشنطن من الأكراد والخلاف بشأن إصرار تركيا على شراء منظومة S-400 الروسية رغم تهديدات واشنطن المتكررة